أما الآن فينضم إلينا من مدينة باري الإيطالية مراسل الغد عمر بشير مرحبا عمر أطلعنا على تفاصيل ما نشر في مسودة البيان الختامي لقادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يعني هذه المسودة للبيان الختامي تأتي قبل يوم كامل من انتهاء الأعمال المقرر غدا والبيان الختامي بعد غدا في الخامس عشر من الشهر الجاري لكن أيضا المسودة كانت قد سربت قبل بدء الاجتماعات بمعنى أنه لا جديد فيها حول موضوع الحرب في قطاع غزة والموقف الأوروبي وموقف ككل طبعا والاتحاد الأوروبي أيضا من الحرب في قطاع غزة الجميع يؤيد وفق المسودة الجميع يؤيد مقترح رئيس الأمريكي المقترح الإسرائيل أيضا مقترح رئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن عنه قبل أيام يدعمون في المسودة هذا الموقف الأمريكي وأيضا يؤكدون على حل الدولتين كحل لإنهاء الصراع في الأراضي الفلسطينية وفق المسودة أيضا يطالبون بإطلاق صراح المحتجزين لدى حماس بدون شروط لإنهاء الحرب بالإضافة إلى التعبير عن القلق وهذا هو الجديد التعبير عن القلق على ما يحصل في الحدود وبالتالي ما الذي سوف يترتب على ذلك؟ يعني نستطيع أن نقول أنه لن يترتب على ذلك شيء لأن هذا الموقف هو معلن سابقا من الدول الأوروبية الحديث رسميا منذ الحادي والثلاثين من الشهر الماضي أي قبل حوالي أسبوعين وأوروبا تقول أنها تدعم موقف أو الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء الأزمة لكن الأمور مرتبطة بطرفين الحرب سواء حماس أو إسرائيل والكل يبدأ وينتهي عند الوسطى وعند مواقف الطرفين على أي حال الجديد هنا في هذه النقطة هو التعبير عن القلق حول ما يحصل في الحدود في الشمال لأن الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط وهي الجلسة الثانية على جدول أعمال هذا اليوم ثلاث جلسات الثانية كانت مخصصة للشرق الأوسط تزامنت مع التطورات التي شهدها الظهر هذا اليوم وبعد الظهر منطقة الشمال بين حزب الله وإسرائيل من ارتفاع لمستوى المواجهة هناك وبالتالي خرجوا بتعبير عن القلق حول هذه التطورات وطلبوا بضبط النفس القمة تنتهي غدا بمناقشة ملفات أخرى غير ملفات الشرق الأوسط لكن هذا هو الموقف الرسمي لهذه الدول في موضوع الحرب في قطاع غزة أشكرك شكرا جزيلا لك عمر بشير مراسل الغد كنت معنا من مدينة باري الإيطالية شكرا شكرا جزيلا لك